أهلاً وسهلاً بكم اليوم سوف نتحدث عن درس جديد وهو تكاثل حيوانات ودورات حياته في البداية نحكي عن حيوانات البالغة الحيوانات البالغة هي الحيوانات مكتملة النمو اللي بتستطيع تتكاثر وتنتج أفراداً جديدة الحيوانات تبدأ حياتها صغيرة تقعدين شوي شوي بذلش تكبر وتنمو حتى تصبح حيوانات بالغة تستطيع انتاج حيوانات جديدة من الحيوانات تنتج صغار تشبهها وحيوانات أخرى تنتج صغار لا تشبهها ولكن عندما تكبر تصبح تشبه أبوايها من الحيوانات التي تنتج صغار لا تشبهها لدينا الضفضة والفراشة أما من الحيوانات التي تنتج صغارا تشبهها لدينا الفيلة الخراف والقطط والنمو يحدث لصغار الحيوانات تغيرات أثناء نموها فبعضها ينمو له أرجل وبعضها يغطي ريش جسمه ولكن أثناء مرحلة النمو تحتاج صغار الحيوانات لرعاية لكي تنمو وتكبر ما الذي يقدم لصغار الحيوانات الرعاية يقدم لها الأبوان أحدهما أو كلاهما حيث يوفران للأطفال الغذاء والمأوى والدفء والحماية نراحظ هنا تغيرات على بعض صغار الحيوانات فبعضها ظهر له الريش وبعضها ظهر له الأرجل وبعضها ظهر له الشعر وبعضها ظهر له الأجنحة تختلف طرق تكاثر حيوانات بعضها عن بعض فلكل حيوان دورة حياة تميزه عن الحيوان الآخر دورة حياة الحيوان هي التغيرات اللي بتحدث للحيوان معتها قدمه بالعمر تكاثر حيوانات بطرائق مختلفة في منها بتكاثر بالولادة زي الماعج ومنها بتكاثر بالبيض كدجاج أول دورة حياة نحكي عنها اللي هي دورة حياة الدجاجة تبدأ دورة حياة الدجاجة حيث تضع الدجاجة البيض بعدما ترقد عليه لمدة 21 يوماً ترقد الأم على بيوضها 21 يوماً ومن ثم يفقس البيض بيخرج لدينا حيوان صغير يشبه الأم ويسمى هذا الحيوان الصغير صوص وتعمل الأم على رعايته وتغييته في هذه المرحلة ينمو الصوص تدريجياً ويصبح دجاجة صغيرة أو ديكاً صغيراً ومن ثم تنمو الدجاجة الصغيرة أو الديكة الصغيرة ليصبح دجاجة كبيرة أو ديكاً كبيراً وفي هذه المرحلة نطلق عليه حيوان بالغ ماذا نطلق عليه؟ حيوان بالغ نلاحظ لدينا هنا بيضة رقدت عليها الأم 21 يوماً حتى تفقس عندما فقست ظهر لنا الصوص والصوص كبيرة وأصبح دجاجة بالغة لدينا هنا دورة حياة الماعز تبدأ دورة حياة الماعز بماعز حديث الولادة يكبر شيئاً فيصبح ماعز صغير ومن ثم يصبح ماعز مكتمل النمو والهو اسمه في هذه المرحلة حيوان بالغ ماذا اسمه؟ حيوان بالغ لدينا هنا دورة حياة الضفضة تبدأ دورة حياة الضفضة حيث تفقس أنثى الضفضة عبيضها في الماء ويبدأ نمو الجنين تدريجياً بعد أن ينمو الجنين ينمو ومن ثم تفقس البيوت وينمو الجنين إلى أبي ذنيبة يسبح في الماء ويتنفس بهذه المرحلة بالخياشين يتنفس أبي ذنيبة بالخياشين ومن ثم ينمو أبي ذنيبة يصبح ضفضة غير بالغ يصبح ضفضة غير بالغ وتبدأ الأرجل والرئتان بالتكون ومن ثم يشبه الضفضة مكتمل النمو أبويه وينتق اليابسة ويستطيع التكاثر في هذه المرحلة شو نسميه؟ نسميه حيوان بالغ لأنه أصبح مكتمل النمو ويستطيع التكاثر حيوان بيكون صغير وبينمو تدريجيا حتى يكتمل نموه بعد أن يكتمل نموه يتكاثر ومن ثم يهرم ويموت فهو كالإنسان يبدأ صغيرا ويكبر شيئا فشيئا حتى يصبح كبيرا في السنوم ثم يموت عندما يموت الحيوان يتحلل جسمه ويصبح جزءا من التربة ويضيف إلى التربة مواد غذائية تحتاج إليها الكائنات الأخرى يتعيش وتنموه فبقايا الكائنات الحية تستخدم كسمات للنباتات إلى هنا يكون قد انتهى درسنا لليوم شكرا لكم لحسن استماعكم ونلقاكم في درس آخر مع السلامة